امتدادا لتكية سيدنا إبراهيم في مدينة الخليل التي انطلقت عام 1279 ميلادية ومازالت حتى يومين هذا كثرة التكاية في المدن الفلسطينية ومنها تكية سيد شيبان في مدينة البيري التي بدأت منذ سبع سنين بجهود المتطوعين للتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين هدف التكية هي تخفيف المعاناة عن بعض الأسر الفقيرة والمعدومة ومتوسطة الدخل نعمل كل يوم تقريبا 400 وجبة مرات بفوق العدد أكثر من هيك حسب التبرعات التي توصلنا هذه التكية التي يزداد نشاطها بشكل يومي في شهر رمضان لا يتوقف عمل المتطوعين فيها على تحضير وتوزيع الوجبات الساخنة فحسب بل وتجهيز طرود غذائية للوصول إلى محتاجيها ويشارك في هذا العمل أطفال أحب هذا العمل منذ نعومة أظفرهم أنا متطوعة بتكيت سيد شبان بحب أساعد أن أساعدهم بالطبيق عشان أقدم للناس الفقرة أكلهم السخن ومرات بكون فيه من صحابي ناس بكونوا محتاجين فأنا بحب أساعدهم أنا متطوعة وحب أعمل الخير وتعلمته من أهلي وكمان أنا بحب أوزع طرود معهم وبشارك بيعمل الخير كنت من أول المتطوعين الحمد لله وبدأنا أشياء بسيطة وأشياء يعني محدودة نقدر نقول عنها والولدة والفكرة أصبحت تكبر شوي شوي وفضل الله وصلنا لعدد أكبر من الناس المتعففين تطوع نابع من قلبي يعني بحب أعمل عمل الخير ونوزع للناس وبتخيل أن نعمل إيش منيح يعني وإيش خير بنطبخ بنوزع للناس الحمد لله لأهل الخير يعني بنوزع ريحة بنوزع نابلس بنوزع الكرة بنوزع المخيمات مجال عمل تكية سيد شبان على مدار الثلاثين يوما في شهر رمضان يتواصل على مدار العام وفق توفير الاحتياجات من قبل ميسوري الحال وكل من يعمل على تقديم الأموال وغيرها للفقراء والمحتاجين في نشطات أخرى منساعد الناس ترميم البيوت علاج أدوية حسب المتبرد تكية سيد شبان هي مش تكية ثابتة في الموقع اللي انتو شايفينه تكية سيد شبان هي تكية متنقلة منروح منسوف فعاليات في مقام نبي موسى عليه الصلاة والسلام في أريحة منروح مناطق في نابلس على حب الخير والتطوع تعاقد هؤلاء الشبان والسيدات من أجل إطعام الفقراء والمساكين مما يحصلون عليه من تبرعات من أهل الخير في محافظة رامالة والبيري في إطار عمل تكية سيد شبان والتي يحرصون أن يوصلوا كل الطعام والطرود الغذائية إلى محتاجيها في شهر رمضان وغير ذلك ينشطون في محافظات أخرى طوال العام محمد الصانوري سيجي تاني العربية من مدينة البيري